وخلال جلسة المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات دع الرئيس سيسي إلى وقف النزعات والاقتتال من خلال تحرك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قبل بدء الإعمار وأكد الرئيس أن إعادة الإعمار لها أبعاد تتعلق بالتمويل والعامل النفسي والاجتماعي عشان نقدر نتحرك لابد أن النزعات الموجودة دي تتوقف عشان نقدر نقول مش إحنا لنتحرك الدنيا كلها سواء الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو حتى منظمات العمل المدني اللي عايزت تساهم وتشارك في هذا الأمر لابد أن النزعات اللي موجودة دي والاقتتال اللي موجود يتوقف قبل كده هيبقى صعب لأن حتى ممكن يعني فنيا على الأرض لما تيجي تعمل عمل لعادة الإعمار في مناطق فيها لسه سرعات موجودة ممكن تيبقى ما تتمش بالشكل اللي أنت بتتمنى أنا مش بتكلم عن اليمن ولا بتكلم عن السافة عامة وبالتالي لما في فرصة لتوقف هذه النزعات حيبقى في فرصة للإعادة الإعمار ترجمة نانسي قنقر